نعم إن شاء الله طب هذه أسماء الدركات السبع للنر الموجودة فيها أماكن أخرى لعذاب أم اقتصر الأمر على هذا الحد على سيد المطففين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين 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 يبدو كلمة ما جاءت على أهذان العرب صحيح وما أدراك ما سجين ما يدري بها أحد ما سجين هذه فيها كتاب مرقوم قال لك في النار والعياذ والله ما فيش ثياب أو نوع من عذاب أو حجر أو أغلال أو سلسلة أو دالوا من غسلين أو دالوا من غساق أو يحموا دخان الكثيف إلا ومكتوب عليها إسم من يعدد بها سلم يا رب زي في الدنيا الحجارة نزلت على قوم مسومة عند ربنا مسومة عند ربنا المستوى يعني الحجر الذي يكتوب عليه اسم من يقتله في الأخيرة كذلك لماذا؟ لأنه كان عارف طريق الشر بوضوح وعادي ينظم ويخطط له ويعمل مؤامرات ويضرب الإسلام ويحذر ويحذر من المسلمين وينفق أمواله في سبيل أطفاء كلمة الله ويحذر من الله فهو أيضا سجين كتاب مرقوم ماذا كتاب مرقوم؟ لأنه هو كتاب الأبرار في عليين وكتاب الفجار يعني كتاب اللي فيه السيئات مش موجود تحت تحت العرش موجود في سجين سجين قال العلماء في الأرض السابعة سجين سجين وهو يجي يطلعوا به الملائكة مع الروح يغلق فيها شر يعني الأرض الأولى تلفظ والأرض الثانية تلفظ والأرض لاتما يستقر في أخر أرض حيث إبليس لأن إبليس دائما سكن في الأرض السابعة سلم يا رب هكذا ورد في الروايات نجمع شتت أفكار ويل يومئذ للمكذبين ويل ويل واد في جهنم تستعيذ منه النار كل يوم مئة مرة مين يوضح فيه اللي يجيب الظهر على العصر ويوضع التأخير وقت الصلاة عن وقتها دون عثر ويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون طب الذين ليصلون أصلا طب ما هو سيدنا عمر قال أنت سوي النفس السؤال أنا أحددكم عن المسلمين الذي يسعى عن الصلاة له الويل تستغيث منه النار والذي لا يصلى هذا سؤال لا يبدأ عن المسلمين لا حول لا يبدأ عن عصات المسلمين ليس اللي خرج لا يحظ في الإسلام ليس اللي مهم أحمد يقول الزوج هذا الذي لا يصلي ويصر فيه رأي أن يفسخ العقد يحكم بالطلق بينه وبينه يفسخ العقد يفسخ العقد ليس يطلق فاسخ العقد يعني العقد فاسد العقد باطل لا يهلا الله نعم سيد عمر مسجل أنه لو من استطاع أن يحج ولم يحج ها وجي أبيتي كي أصلي عليه صلاة التنازة أبيت لأن أصلي نعم ويله يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين ولكن حدد المكذبين هنا يكذبون بشيء محدد فيه مقطة فيه تكذيب قولي وفعلي وفيه تكذيب فعلي وليس قولي وليس قولية كيف كيف واحد الكافر ما عندهش حاجة اسمه يوم الدين كلاما وفعلا يعني كلامه يقول أنا ما فيش يوم دين ما فيش آخرة وعمل يقول هذا نعم في بعض من المسلمين نعم فيه يوم الدين بس لا يصلي ولا يزكي وأتعمل بالريبة وأشرب الخمر وألعب المايسر وأضلم الناس وأفترع على عباد الله وأغطصب هذا تكذيب بيوم الدين هو القضية وليه نفهمين الدين قول أستاذ الإيمان أن الدين أمر وعامل الصالحات وعامل الصالحات من عمل عملا قل أعماله يعني حسبت الذين يكذبون بيوم الدين مشتقى من أركني من أركان الإسلام أن يؤمن باليوم الآخر طيب آمن باليوم الآخر ولم يعمل يعني ربما ينجو من هذه الطائفة من العذاب إلى طائفة أخف نسأل السلام أنا أمام النصوص نعم طيب الذين يكذبون وما يكذب به إلا كل معتد أثي معتد على حدود الله معتد على آمر الله آثم كثير الإثم أثم كثير الإثم سبحان الله إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كل يوم من وعد أوذي من رمضان وانتما اسقدين في الآخر ياعم وشهورنا موضوع داني هذا اسمعوا بأذن هذا هذا دي أنا يقال لي فضلتكم لا حول ولا قد إلا الله كلا بل ران على خلوبهم ما كانوا يكسبوا عمل ذنب عمل نكتسود الزنب نكتسود عمل الران حجاب أسود لا يرى الحق حقا ولا يرى الباطل بل على عقل يرى الحق باطن ويرى الباطل حق مسلم يا رب